لا يقتصر الأمر في أموال البترو دولار على دعم الإرهاب بل على تنفيذه في كثير من الأحيان أكبر الاغتيالات السياسية في العصر الحديث كان اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وبعد سنوات من اتهامات باطلة لمحور المقاومة بتنفيذ الاغتيال يكشف سيناتور أمريكي باريز بأن الكيان الإسرائيلي وبمساعدة من النظام السعودي يقف خلفه السيناتور تشاك جراسلي الذي يشغل رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ ويعد واحدا من كبار السيناتورز الأمريكيين قال في مقابلة مع بجلة بوليتيكو إن بعض الوثائق التي تم الحصول عليها حديثا أظهرت أن أسرائيل نفذت عملية اغتيال رئيس وزراء اللبنان الأسبق رفيق الحريري بمساعدة من المملكة العربية السعودية السيناتور الذي يمثل ولاية آيوا أكد أن هناك بعض الأدلة القطعية تثبت دور النظام السعودي المباشر في العمليات الإرهابية الأخرى بما في ذلك اغتيال رفيق الحريري مضيفا أن نظام الرياض له دور أيضا في تعزيز الإرهاب في الولايات المتحدة وأوروبا وبعد أيام قليلة على إقرار الكونغرس القانون الذي يجيز مقاضاة النظام السعودي على تورطه باعتداءات الحادي عشر من أيلول أكد السيناتور أنه سيسير حتى النهاية في القانون المعروف بغاستا وأنه سيواصل العمل مع الزملاء في مجلس الشيوخ لدعم التشريع على الرغم من معارضة البيت الأبيض له هو السحر الساحر ينقلب عليه والإرهاب الذي دعمه النظام السعودي وموله لخدمة مصالح الصهيونية بدأ يتكشف ولن يبقى دون عقاب على ما يبدو